أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تسعى لإحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة حياة كريمة يأتي ذلك من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب وإنشاء مجمعات صناعية والعمل على التأهيل المدني لسكانها وأوضح شعراوي أن الوزارة تعمل على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة حيث تمكنت من توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل بتمولها نحو 3429 مشروع بتكلفة حوالي 537 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك والمجمعات الحرفية ومبادرة فرصتك في قريتك